مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية والأقاريم شأن الإتخاذات المطنية القادمة المتحدث باسم قوات الدفاع يستنكر ما قام به أفراد من قوات حفظ السلام في جنوب السودان في مطالس أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد محادثات مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية والأقاريم بشأن الانتخابات الوطنية المقبلة وقال رئيس الوزراء إن هناك فروق واضحة بين مهام ومسؤوليات الحكومة والحزب الحاكم وذكر أيضا أن على الحكومة أن تلعب دورها في ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وأكد رئيس الوزراء أن التزام الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية أيضا يدعم مشاركة الأحزاب السياسية المتنافسة قال اللواء محمد تسمى المتحدث باسم قوات الدفاع الوطني إن ما قام به بعض أفراد الجنود العائدين من قوات حفظ السلام في جنوب السودان من الخيانة في مطار جوبا تم بتدبير من بعض المتطرفين من مواليد تجراي العاملين في الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة وقال اللواء محمد تسمى إن بعض أفراد قوات حفظ السلام الإثيوبية التي أنهت مهمتها في جنوب السودان رفضوا العودة إلى البلاد بعدما وصلوا مطار جوبا وقاموا بتصرفات غير لائقة وصف اللواء محمد تصرفات الأفراد الرافضين العودة بأنها خيانة ومحاولة لتشويه صورة الجيش الإثيوبي حيث قاموا بأحداث فوضى في المطار من خلال التدحرج والصراخ في مطار جوبا لإبداي رغبتهم في عدم العودة إلى البلاد وأشار اللواء محمد إلى أن هذه الأنشطة غير اللائقة تمت بدعم من قبل بعض القوميين المتطرفين التجراويين والذين يعملون لدى الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب بعض التجارو المقيمين في جنوب السودان وأوضح اللواء محمد تسمى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يجب أن تعتذر عن الحادث وقال أن تصرفات الأفراد لا تمثل ثبها وأثارت غضب أفراد قوات الدفع الوطني أصدرت البعثة الدائمة لجمهورية ثب الفدرالية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بيانا يضحط مقالا نشرته صحيفة لزونير زيتونغ في الثامن عشر من فبراير الفين وواحد وعشرين بشأن أقليم تجراوي ووفقا للبعثة الدائمة فقد أصدرت الصحيفة في مقالها في التاريخ المذكور أعلى أصدرت اتهامات لا أساس لها بشأن إثيوبيا وذلك شرت الصحيفة مقالا يتناول ما اسمه الكاتب الصراع الوحشي المستعر في شمال إثيوبيا مستشهدا بالروايات وشهود العيان وعلى الرغم من أن الكاتب يحق له إبداء رأيه فإن معلوماته الخطئة لن تساعد شعب تجراوي بل ستعيد تدوير بعض رغبات فلول الجبهة الشعبية لتحرير تجراوي وقالت البعثة أنه من السهل أن يفهم المرء من محتويات المقالة أن الكاتب السي سامويل شمخاء ليس لديه معلومات كافية حول مسائل حكومة في إثيوبيا لمواجهة التحديات وعملية إنفاذ القانون وقعت هيئة الطرق في العاصمة الدس أبابة اتفاقية مع شركة مقاولة محلية لإنشاء طريق جديد في العاصمة بقيمة 1.1 مليار بر وقالت الهيئة أنه سيتم إنشاء 9.24 كم من الطرق الأسفلتية و7.7 كم من الطرق المرسوفة بالأحجار بالقرب من الوحدات السكنية وقال المدير العام للهيئة المهندس موغر تابينو أن المشاريع سيتم الانتهاء منها في غضون 9 إلى 19 شهرا مشيرا إلى أنها ستسهل بشكل كبير سيولة المرور في المدينة وسيتم تنفيذ كل المشاريع من قبل المقاولين المحليين حسب ما جاء في مراسم الاتفاق يتم الاحتفال بذكرى معركة انتصار عدوى الشهيرة في مدينة أسوسا عاصمة إقليم بني شانغو القمز بحضور وزيرة التقافة والسياحة ويتم الاحتفال بيوم انتصار عدوى على مستوى البلاد تحت شعار معركة عدوى رمز الوحدة الوطنية وطبقا لمكتب الاتصالات بإقليم بني شانغو القمز حضر كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية والإقليمية بمن فيهم الدكتورة هيروت كاسا وزيرة التقافة والسياحة تلك المراسم ووصلت زيرة التقافة والسياحة إلى مطار بولي الدولي حيث كان في استقبالها كبار المسؤولين في الإقليم وعلى رأس مشادل حسن ورئيس إقليم بني شانغو القمز في مقابلة حصرية نجرتها هيئة الهداعة والتلفزيون الثبي القسم العربي مع السيد ياسين أحمد بعقاي قال إن المغتربين الثبيين يقومون بأدوار مهمة في دعم اقتصاد بلادهم من خلال الدعم المادي ونقل المعرفة والخبرة التي اكتسبوها من البلدان التي يقيمون بها شعب أثيوبي سواء في الداخل أو في الخارج هو حقيقة الاستفادة من هذه الذكرى المجيدة معركة عدوى انتصار أثيوبيا على المستعمر أو الغازي الطليان أو الإيطالي هي تعتبر ليست فقط يعني مفخرة لأثيوبيا بل عدوى هي مفخرة أفريقيا لماذا؟ لأن هذه المعركة 1896 عندما قامت كثير من الدول الأفريقية كانت مستعمرة بين المستعمر البريطاني الفرنسي والإيطالي فبالتالي هذه المعركة عندما هدم الأثيوبيون يعني الإيطاليا فكانت مبعث أمل كانت مصدر أمل للشعوب الأفريقية للدول الأفريقية التي كانت مستعمرة وكان هناك تنافس أيضا بين المستعمر الإيطالي والمستعمر البريطاني المستعمر البريطاني الذي في ذلك الوقت استحوز وسيطر على قناة السويس في مصر والإيطالي كان يريد أن يستحوز على البحر الأحمر في جنوب خاصة في باب المندب ولكن أثيوبيا عندما انتصرت على إيطاليا ففعلا يعني أستطيع أن أقول عملت يعني كانت مصدر أمن لكل الشعوب وكل الدول الأفريقية وحتى الدول الأخرى كانت مستعمرة أن هناك بإمكان الفوز على إيطاليا نعتبر أعزائنا المشاهدين على هذا الخطأ الفني حيث كان حديث السيد ياسين أحمد باقاي يدوروا حول معركة عدوى وأما فيما يتعلق بدور المغتربين فأفاد السيد ياسين باقاي دور المغتربين الإيطاليين في الخارج في المهجر لهم دور محوري وبدأ هذا الدور يأخذ مكان أكثر دورا أو يلعب دور متميز وخاصة بعد التغيير الإصلاحي بعد انتخاب دكتور أبي أحمد رأينا يعني تزايد أو تعاطف الأثيوبيون في المهجر بأن يكونوا جزء من التطوير والتنمية في أثيوبيا يعني وأنا أعتقد وإن كان يعني ممكن ربما الدور المغتربين الأثيوبي في الخارج على خلال الفترة الثلاثين السنة الماضية كان دور يعني إيجابي وكان ممكن أكثر شيء كان يرتكز على الاستثمار دعم أثيوبيا ماديا وخاصة ما يتعلق بإرسال الأموال ما نسميها إرسال الأموال شهريا صرحت وزارة الخارجية الإيثوبية بأن إيثوبيا قد شاركت في معرض الخليج للأغذية للعام 2021 في دبي والذي يدوم مدة خمسة أيام وحضر الحفل وزير الدولة الإيثوبية والتجارة والصناع السيد مسكان ورقة والقنصر العام لثبي في الإمارات السفير ييروسالم أمن ماريام وعرضت سبعة وتسعين شركة لثبية خاصة تعمل في قطاع التصنيع الزراعي منتجات زراعية مختلفة في معرض دبي الدولي ومن المتوقع أن يروج المعرض الدولي السادس والعشرين لهذا العام للمنتجات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ويشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شركة ومن المتوقع أن يحضره تسعين ألف شخص أعلن خبراء النقد الدولي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع إيثوبية بشأن القرض والدعم المالي طويل الأمن وذلك بعد مناقشة تمت على جولتين حول الاعتمان والمساعدة الموسعة للمؤسسة وتحقيق التوازن بين تأثير الكوفيد-19 وضمان الإصلاحات السياسية المحلية وأجرى وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سونيال جين ساندرا محادثات مع كل من وزير المالية أحمد شدي ومحافظ البنك الوطني ناغر جسي وزير الدولة للمالية الدكتور أيوب تاكالين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين وفي وقت سابق وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لإيثوبيا بقيمة 2.9 مليار دولار اشترى مكتب صندوق تنمية المياه سندات بقيمة 5 ملايين بر لسد النهضة لتوبيه الكبير وقال المدير العام للمكتب واناويكي إن المكتب اشترى هذه السندات لدعم بناء السد الذي اكتمل بنسبة 78.3% وشكر نائب المدير العام للمجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة تاك الكنوباء الذي اشتلم السندات شكر المكتب على شرائه السندات المالية مشيرا إلى أنه تم جمع أكثر من 1.2 مليار بر من مشتريات السندات والتبرعات عن طريق رسالة نصية قصيرة في الأشهر السبعة الماضية وقال إن هناك مشاركة شعبية واسعة بعد الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق بناء مشروع سد النهضة الاثيوبية أعزنا المشاهدين إليكم تذكيرا لأهم العنوين رئيس الوزراء يجري محادثات مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية والأقاليم لشأن الانتخابات الوطنية المغللة